طيب أنا معايا الكابتن طارق الصباغ ابن الكابتن العظيم كمال الصباغ السلة السكندرية رحمة الله عليها بعيدت لك رسالة هتسمحها وترد عليه محمد السيد سليمان علامة مميزة في تاريخ كرة السلة المصرية زميل أحلى الأيام الرياضية كان لعب موهوب وهدف مميز كان له دور أساسي في كل البطولات اللي حققناها أما خارج الملعب فهو الصديق والأخ اللي الواحد يعتز بيه يعتز بيك تاريخ الصباغ من ورحمة الله على والد كابتن كمال الصباغ كان كابتن عظيم وطاريخ شخصية جميلة وقوي قوي قوي وصديق وحبوب وابن بلد وكل الميزات الحلوة في تاريخ الصباغ طيب لما أقول لك كرة السلة المصرية كده وإحنا بعد ما خلصنا الكلامة كلها محتاجة إيه؟ محتاجة دعم من الدولة؟ ولا محتاجة نظام جديد؟ ولا محتاجة اللعبة تعمل تعاوش برة؟ ولا العبة دي كلها من الصغراء تطلع تحترف برة؟ هتختار إيه من الأربع حاجات دول وتقولي هي دي لنقص كرة القدم السلة المصرية؟ أعتقد كابتن مستوى أن أختارهم كلهم أول حاجة لازم الدولة تدعم لأن الاتحاد من غير دعم مفيش معسكرات مش بياخد دعم من الدولة؟ لا أنا معرفش بس أنا بقول المفروض بياخد الاتحادات بتاخد دعم لازم يكون في معسكرات خارجية لازم يكون اه طبعا يعني إحنا أيامنا كنا بنقعد 6-17 برة مصر في السنة ما بين معسكرات وبطولات وسفريات زائد إن لازم أجيب مدارب يعني يكون في مدارب كويس لأن دي عوامل نجاحها سواء مصر أو أجنبي سواء مصر أو أجنبي أنت هضد الأجنبي شوية زائد اللي أنا كابتن مستوى لازم التحكيم لأنه عنصر من عناصر النجاح المنظومة كل دولة عناصر تأدي للنجاح طيب إحنا معنا كابتن إسماعيل أحمد عاوز برضو بيعط لك رسالة أنت حبايبك كتير أنا مش قادر لأنه لسه عندي حبايق ناس كتير أول فهنشوف كابتن إسماعيل أحمد هيقولك إيه وترد عليه كابتن سلعاوي أنا يعني حادة بتكلم عنك بملخص مع أنه لو الواحد فتح عنك في الكلام مش يعني محتاج أيام وشهور وثنين حضرك أكيد أسطورة كرة السلة المصرية والعربية وكان واحد يعني اللي هي الشرف أنه عدت معك شوية كده يمكن في مصر التيران بس كنت حبقا محزوز أكتر لو لعب ضدك تأكيد تعلمت أكتر واستفدت من خبرتك أكتر بالأخص أنه حضرك يعني من أحسن البيت جايز اللي جنف على مستوى وعلى تاريخ مصر وبالأخص نتائجك هي اللي بتثبت كده سواء في أولمبياد لوس أنجلوس 84 أو مع النادي الأهلي أو على مستوى أفروكيا وبطلات عربية مع المنتخب أنا يعني أكيد ده شرف لي أنه يعني أتكلم شوية عنك لأنه حضرك يعني كنت قدوة ليا واللي كتير أجيال كتت موجودة في مصر وبالتوفيق إن شاء الله وبإذن الله يعني حضرك سايب الخلف من بعدك يعني من أحسن لعيبة سواء كبنات أو شباب ربنا يخلهم لك ويوفقك بإذن الله وتشوفهم كده نجوم مصر والعالم الأفريكي والعربي إن شاء الله بالتوفيق هاتوا ليه لأبو السباع أبو السباع أبو السباع أنا أشكر أنه ده بسجله من لبنان بعد تسجيل ده من لبنان يعني وهو يعني لعب معانا في مصران شوية بس أنا ما عصرتوش قوي معانا هو يعني بسم الله ما شاء الله طول في الملائب قوي يعني ومازال قادر على العطاء وهو يعتبر من الناس اللي اشتغلت على نفسها ولعبت في مصر وفي لبنان طيب أنت قلت فترة من الفترات وحب نتكلم كده إن سن يوصل سن 34 يبدأ يفكر في الاعتزال هل لو السن زاد شوية وعنده المقدرة أن يقدي ممكن يقدي كمان مثلا سنتين ممكن كابتن بس يعني لعيبة وحالات معينة لكن أصلا بدنيا مش هتقدر مش هتقدر لكن يعني مثلا إسماعيل ما شاء الله قاعد لغد لكن حاجة واربعين وحاجة واربعين انا بقولك ما عشان كده اه لكن لأنه اشتغل على نفسه والحضر ما لاب لحد كذا اه والله ارحمه لاب لحد سن اه اربعين سنة اه لأنه اشتغل على نفسه اه ويوم الساعة ستة الصبح يروح جم ويشوت يعني هي حسب ما هو ده اللعيب اللي عاوز؟ اه حسب رغبة اللعيب نفسه هت عايز ولا مش عايز اه طيب أنا معاه لقت وصلنا الفقرة اسمها صورة ولها ذكريات في حياتك اه هنتفرجع الصورة وتعلق على كل صورة كده سريع كده ايه الصورة دي؟ ده جيل النادي الاهلي اللي هو من أحسن الأجيال اللي كانت موجودة في النادي الاهلي وكان في منهم واحد اول واحد مين فوق؟ قشف طوفيق قبطن قشف طوفيق ونبيل بخيط هاني عب منعم خالد بخيط عب هاد الجزار أماد مراد مصطفى نصر رحمود فوزي سيد مصطفى هاني شعيب هاني شعيب نموتش اسمك ليه طيب؟ عادت عشان لا بس ترينجة مختلف بس لا انت زي يوم وهو ترينجة بتاع النادي وكنت فرحام بي بقى فرح صح اللي بعده اه دي البطولة العربية اللي احنا كسبناها في آخر ثانية اللي دي بعد ما رجعت انت؟ اه دي اللي كسبناها في آخر ثانية اللي اللي كان معانا كابتن طلعت جنيه دي رحمة الله عليه رحمة الله عليه واقف مين اللي بعده؟ اه 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 وبعدين هاني عبد منعم اه لا من اللي قبل هاني عبد منعم لا مش 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 مجمع اه 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 عبد مطلب كردي شام شعبان احمر اب الفتوح اماد محمود الام عطالله اه الدكتور محمود عامل رحمة الله عليه كان مساعد المدرب اه الدكتور عثمان فريد الدكتور الفريق وعدين انا وفتح اب عزيز واشرف وعمرة بالخير دي كان فطول العربية انت كسبتوها كان فطول أردن فطول أردن اه طيب اللي بعدو